أعلنت السلطات السعودية إطلاق خطة أمنية شاملة تتضمن عدة محاور لتأمين ضيوف الرحمن بموسم الحج وخلال مؤتمر صحفي للقيادات الأمنية السعودية تم التأكيد على رفع الجاهزية الأمنية لمنع كافة الأعمال المؤثرة على موسم الحج الخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام في الحج والتي تضمنت على عدد من المحاور أولا رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلام الضيوف الرحمن كما تضمنت هذه الخطة تكذيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارعة واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشل وأي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلام الضيوف الرحمن سواء في المنطقة المركزية أو في المشاعر المقدسة أو في مكة مكرمة بصفة عامة تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجابة للحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية